وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت من ضبط 664 قضية تموينية مستندية وعينية خلال 24 ساعة بمضبوطات بلغت أكثر من 226 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 49 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 49 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير إلى جانبي ضبط قرابة 8 أطنان في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 20 طن من الأسمنت في مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فضلا عن ضبط 444 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وضبط 9 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبوطات بلغت 16 طن ترجمة نانسي قنقر